اشتركوا في القناة موجود في برج الحمل اليوم هو الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يقص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعر رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3.19 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت درينيتش لينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والصلاح والبدء بكل شيء جديد بما أن القمر موجود في برج الحمل معناته في هاي الفترة على جميع الأبراج إننا منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر أثناء التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا طبعا البطيئة في عنا زاويتين الآن بس اللي ظلوا موجودين وهو تقريبا يعني لآخر يومين يعني ما ما ظل هو اليوم أو بكرة وبنتهي تأثيرات هاي الزوايا الزاوية الأولى هي زاوية تثليت إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم 22 ستة هاي زاوية بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبرضو بتأثر على العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا وبرضو هاي العلاقات بتدعم أكثر وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وبرضو تأثيراتها لغاية يوم 22 ستة وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات والرغبة في هاي الأمور أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم راح تتشكل وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وطبعا هاي زاوية تأثيراتها يعني فيه تمام الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية سلبية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفيا أي حد ممكن يستفزهم اليوم فهذا الشيء بيأدي لنتائج وخيمة لأنهم ممكن يثوروا ثورة عارمة من الغضب على أتفه الأسباب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم طبعا عنا الرأس كل ما يتعلق بالرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب المرارة الشريين والدم هذول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية لأن ولا تصلح هاي الأعضاء تحديدا لعمل عمليات جراحية فعشان هيك ما بننصح لأي عمليات جراحية إن كانت تجميل أو جراحة كاملة فاللي هي بما يتعلق بأعضاء الرأس يؤصى بإجراء العمليات الجراحية لأي عضو آخر في الجسد ما في أي مشكلة بالنسبة لهذا اليوم طبعا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن الجراحة الخفيفة أو الجراحات الصغرى ولكن مش للجراحات الكبرى يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميل والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما إن القمر موجود في برج الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم 23 ستة بيبدأ في تمام الساعة ثمانية ودقيقتين صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعديها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 23 يوم في تمام الساعة 10 و56 دقيقة مساء بيصبح 24 يوم نسبة الإضاءة 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة طبعا منتحسة بنسبة 10% القمر في الحمل حتى يوم 23 ستة هو الآن سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 25% لغاية ساعات العصر بعدين تنزل نسبة النحوسة 10% عطارت في الجوزاء حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 70% الزهرة في الثور حتى يوم 23 ستة سعيد بنسبة 10% المريخ في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط وبإمكانكم اليوم تسيطروا على زمام الأمور في أي مسعى بقوموا فيه وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم اليوم نسبة كبيرة من موليد برج الحمل رح يهتموا بمظهرهم بتغييرات إما قصة شعر أو تجميل أو لباس جديد أو يهتموا بهندامهم وهاي مرحلة تعتبر مرحلة انطلاقة لما شريعك الجديدة وبتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت صباق ورائد في حقل اختصاصك اليوم رح تكون ملفت بشكل كبير وخصوصا للجنس الآخر برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا القمر موجود في بيت المتاعب الآن فهذا يوم آخر يعني لغاية بكرة بدكوا تتحمل ولغاية بكرة الظهر فعشان هيك يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ابتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى حتى واللي بيوعدك بشيء ممكن ما يوفي فيه فبدك تتجنب اتخاذ أي قرار وتتأكد من حجزاتك لأنه ممكن تتفاجأ انها ألغيت بآخر لحظات أو يصير في سوء تفاهم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء اليوم اليوم كل مكاسبكم هي من علاقاتكم ومعارفكم والنشاطات الاجتماعية برضو منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة أو يتوجه لهم دعوي أو يكون عندهم حفلة أو مناسبة معينة أهم شيء أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك اليوم ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه في أكثر من مجال فعشان هيك بدك تكثف من ارتباطاتك وعلاقاتك وتستغل علاقاتك لإنجاز بعض الأمور أنت اليوم بحاجة لتعاون الآخرين معكم وهاي فترة تعتبر ممتازة حاولوا من خلالها إنجاز كل الأعمال قبل يوم الغد قبل وصول القمر لبيت المتاعب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اليوم فرصة ممتازة لتقديم الطلبات أو مقابلات واللي بيعملوا برضو بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانهم أنهم يحافظوا على إنجازاتهم القائمة هذا بيت يعتبر ممتاز وحساس جداً في نفس الوقت بإمكانه اليوم أنك تحصل على ترقية أو ترفيع إذا لفت انتباه المسؤولين عنك ولكن بدك تنتبه أنه هذا بيت السمعة بدك تهدئ من روعك وهي فترة بيكون فيها بعض السلبية وتكون مشحونة بالمتاعب والتوتر فبدك تبعد عن مخالفة القوانين والمجازفات والمغامرات وأي شيء بشوه السمعة عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم نشاط عالي جداً بالسفريات والاتصالات البعيدة الحوار والنقاش والتعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة أهم شيء أنك تحاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم شنكم ما تهمل واجباتكم حتى ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير ممكن اليوم تقدم بجراءة وثقة على أي عمل المهم أنك تستغل هذا اليوم بكل الأمور لأنه الأمور رائعة ولصالحك برج العذراء بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة بتظل متاحة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض فعشان هيك اليوم بدك تبادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع وإنت اليوم بحاجة لا طاقة عالية جدا وحتى للاياقة جسدية وأعصاب متينة لأنه القمر الآن موجود في البيت الثامن فعشان هيك ما تترك ذيول المتاعب بأنها تسيطر عليك ابعد عن الوسواس عن الشك عن الغيرة عن الحساسية لأنه الفترة هاي بتتأجج هاي الأمور بشكل كبير وهذا الشيء شيء سلبي طبعا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم التركيز كله على أمور الشراكة الشراكة المالية الشراكة العاطفية لأنه القمر صار موجود مقابلكم تماما فهو بيدعمكم لأنه من ناحية إيجابية ولكن في بعض السلبيات اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم ما بيجوز إثارة المتاعب بدكوا تتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وتحاذروا من الحوادث والأعداء فهم كثر حاليا وحاول تبعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنك أنت الحلقة الأبعى برج العقرب بالنسبة للقمر صار موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة في نفس الوقت فعشان هيك اليوم بتكو تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل اليوم بتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين الزملاء فبتكو تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر عندكم النشاطات وربما بعض موليد برج العقرب يشعروا ببعض التعب أو الإرهاق أو يعني يكون في مجال لمراجع الطبيب لمسأل ما برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء قوية وعالية جدا بالحظوظ وبالعاطفة وبالجمالية أيضا الظروف ممتازة احتمال يكون فيها بس بعض القلق حول أحد الأحبة اليوم أنت نشيد جدا بكل المجالات وبتميل له وترفيه عن النفس وبرضو اليوم ممتاز جدا لممارسة هواية أو التقرب من الأبناء ولكن بدك تنتبه يجب اتخاذ خطوات مفيدة عشان تستغل الفترة هاي بشكل جيد برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد القمر صار موجود بالنسبة لإلكم في البيت الرابع له بيت البيت بيت العائلة بيت الأشخاص المقربين لإلكم اليوم رح ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها فيه نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة وممكن يكون فيه حدث أو مناسبة إلها علاقة بالعائلة يتم إثارتها أو نقاشها فعشان هيك ممكن يكون فيه بعض التوتر اللي بيكون بسبب حدث طارق برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطه في أمور السفر والاتصالات والنقاشات والحوارات والامتحانات وهاي فترة مناسبة جدا لكل هاي الأمور ممكن أشخاص منكم اليوم ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لما شريع بنشاط في بعض موليد برج الدلو رح يهتم بأمور إلها علاقة إما بالسيارات أو بالإلكترونيات باستطاعتكم قلب المعادلة في أي مجال طبعا قلبها لصالحكم أهم شيء أنه اليوم ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط بتمدلكوا سرعة خاطر ومهارة ملموسة في شتى المجالات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أو دعم أو يسمعوا خبر سار عن وضع كان مقلق بالنسبة لهم وبيلعب قريب دور مهم بالنسبة لكم في هذا اليوم بعضكم رح يهتم بقضية شراكة أو عمل أو يعالجوا بعض الأمور بشكل دقيق وتهتموا أهم إشيك وتهتموا للأولويات المالية يبعدوا عن المصاريف اللي ما إلها داعي وبرضو ممكن اليوم تجدوا حلول وتسويات يعني صعب في الأيام الماضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر